ترأس غبطة البطريارك الكاردينال لويس روفايل ساكو صلاة وقداسة إلهية في كتدرائية أم الأحزان ببغداد بمشاركة عدد من أباء الكهنة وحضور الراهبات وجمع من المؤمنين وفي معضته ركز البطريارك ساكو على السؤال الذي يطرحه يسوع علينا بكل بساطة ووضوح هل نؤمن أم لا؟ والجواب نحن نؤمن نظريا لكن لا نعيش إيماننا بشكل واقعي في تفاصيل حياتنا اليومية وقال يؤكد يسوع أن تعليمه هو من الآب الذي أرسله ورسالته أن يتجاوب الناس مع تعليمه فيتحرروا من الشر وفي ختام القداس اقترح غبطته أن تستمر الصلاة في هذه الكتدرائية في الجمعة الأخيرة من كل شهر تحت إشراف خورنة العائلة المقدسة